بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بأبنائي وبناتي الطلاب والطالبات من أبنائي وبنات الصف الأول الابتداء أسعد بلقياكم في درس جديد من دروس مادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية وأرحب بكم في مطلع هذا الدرس أجمل ترحيب وإلى بطاقة درسنا لهذا اليوم أولا الصف أو المرحلة الأول الابتدائي الفصل الدراسي الثالث المادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية ومنضوع الدرس سورة العلق من الآية الأولى إلى الآية التاسعة وإلى أهدافنا التي نسعى لتحقيقها وإياكم بإذن الله أول هذه الأهداف أن يحفظ الطالب سورة العلق من الآية الأولى حتى الآية التاسعة حفظا صحيحا متقنا نريد أن نربط بين المقاطع التي حفظناها من الآية الأولى حتى الآية التاسعة أيضا أن يقرأ الطالب الكلمات التالية قراءة صحيحة باسم من علق الأكرم علم ليطغى الرآه أيضا من الأهداف التي نسعى لتحقيقها أن يشدد الطالب النون المشدد في إن إن أيضا نستخرج الطالب المد من الآيات هذه بعض الأهداف التي نسعى لتحقيقها سويا نوئيكم بإذن الله تعالى ولكن هناك تنبيهات مهمة ينبغي أن نرأيها عند قراءتنا للقرآن وعند حفظنا للآيات ومن هذه التنبيهات أولا أن تكون المصاحف بين أيدينا وننظر في المكتوب أمامنا إذن المتابعة في المصحف والنظر في الكلمة والحرف والحركة التي على الحرف أيضا التركيز على كيفية النطق الصحيح كيف قرأ القارئ كيف قرأ المعلم كيف قرأت المعلمة أيضا علينا أن نتأنا ولا نستعجل علينا أن نتأنا ولا نستعجل حتى نحصل ما نريده من التميز وضبط التلاوة وكذلك أيضا الأجور من الله أز وجل قبل ذلك أيضا من الأمور المهمة أننا ننتبه إلى ما ينبه إليه المعلم أو المعلمة من العلامات الموجودة في المصحف والتنبيهات كل هذه نرائيها بعد هذه التنبيهات نذكر بأدب من عداب تلاوة القرآن الكريم ألا وهو الطهارة قبل مس المصحف فهل توضعتم الآن؟ ما شاء الله ما شاء الله عليكم وحسنتم وفقكم الله إذن معكم المصاحف وقد توضعتم وتوجهتم للمكان المناسب البعيد عن التشويش والإزعاج والضوضاء ولم يبقى إلا أن نبدأ بمراجعة كلمات هذا المقطع والآيات من الآية الأولى إلى الآية التاسعة نريد أن نراجع الكلمات من هذا المقطع نختار بعض الكلمات وأطلب منكم قراءتها فالكلمة الأولى من يقرأها منكم؟ الكلمة الأولى من يقرأها؟ انظروا إليها الآن انظروا هذه هي الكلمة الأولى لاحظوا من يقرأها؟ أحسنتم سأختار من هنا ومن هنا ومن هنا وحتى تكونوا على استعداد أي كلمة تخرجكم حاولوا أن تقرأوها من علق من علق لاحظوا هذه المرة ذهبنا إلى هناك نعم أحسنتم بسمي بسمي نبهنا سابقا إلى أن هذه الهمزة هذه الهمزة لا تنطق هذه الهمزة لا تنطق فنقول بسمي بسمي احسنتم اقرأوا هذه الكلمة من يقرأها؟ رائع احسنتم الأكرم الأكرم من يقرأ هذه الكلمة؟ أحسنتم أحسنتم بارك الله فيكم علم علم من يقرأ هذه الكلمة؟ رائع لا يطغى لا يطغى أحسنتم بارك الله فيكم لاحظوا تتذكرون أننا قلنا لكم أن هذا الحرف الذي ليس عليه حركة أنه لا ينطق هذه النور لا تنطق إذن كيف نقرأها؟ نقول أر أر رآه أر رآه أحسنتم مبارك الله فيكم أما الآن فسنوصت لاحتراوة الآيات طلبا لنزول الرحمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى أحسنتم 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 بارك الله فيكم وفقكم الله وأسعدكم إذن أتقنتم هذا المقطع هل حفظتموه؟ إذن أنتم أكيد على استعداد لإجراء المسابقة هل أنتم مستعدون الآن؟ المستعد منكم يرفع يده ما شاء الله إذن هذا هو مقطع اليوم وسأقرأ لكم هذه الآيات وإذا أتت كلمة أو آية غير ظاهرة أنتم تكملونها من حفظكم أنتم تكملونها من حفظكم مستعدون؟ أحسنتم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إقرأ بسم ربك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله إقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علاق أحسنتم إقرأ وربك الأكرم من يكمل؟ جميل جميل ما شاء الله تبارك الله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أحسنتم كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى أحسنتم إن إلى ربك إن إلى ربك من يعرف؟ من يكمل؟ أحسنتم إن إلى ربك الرجع أرأيت الذي من يعرف؟ بقية الآية ما شاء الله ما شاء الله أرأيت الذي ينهى الآن نستمع لهذه الآيات من القارئ الكريم وهناك نفس الكلمات والآيات التي لم تظهر أيضا هنا كذلك وحاولوا أن تسبقوا في قراءتها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا لإنسان لا يطغى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجع أرأيت الذي ينهى ممتاز ما شاء الله ممتاز هذا الحفظ هذا الإتقان هذه المراجعة بارك الله فيكم الآن ما رأيكم أن أقرأ لكم هذه الآيات قراءة فردية ثم بعد ذلك نقرأها قراءة ترديدية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجع أرأيت الذي ينهى الآن نقرأها قراءة ترديدية فرددوا معي الآن بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى أرآه استغنى أرآه استغنى أرآه استغنى أرآه استغنى وربك الأكرم أرآه استغنى 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 إن إلى ربك الرجع أرأيت الذي ينهى شكراً شكراً لكم على هذه المتابعة أيها الرائعون والرائعات وفقكم الله وأسعدكم أما الآن فسنقرأ هذه الآيات قراءة ترديدية بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجع أرأيت الذي ينهى وعيدها للمرة الأخيرة بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ باسم ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجع أرأيت الذي ينهى أحسنتم مبارك الله فيكم إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام درسنا لهذا اليوم شكرا لأدبكم شكرا لإنصاتكم ألقاكم بإذن الله تعالى في درس جديد وأنتم ونحن في خير وعلى خير وفي صحة وعافية وفي أمن وأمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته